السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب ما زلنا في الفصل الخامس وهو تطبيقات على التكامل سنقدم في هذا الدرس إن شاء الله حساب المساحة بين الخطوط البيانية باستخدام التكامل أولا حساب المساحة بين المنحني ومحور السينات ليكن لدينا المنحني صاد ساوي دالسين فإن المساحة المحصورة بين المنحني ومحور السينات والمستقيمات سين ساوي ألف وسين ساوي بي تطبيق من العلاقة تكامل من ألف إلى بي لصاد دالسين المساحة بين المنحني ومحور السينات تطبيق من العلاقات هي تكامل من ألف إلى بي صاد دالسين أو نستطيع أن نقول أن المساحة بين المنحني ومحور السينات إذا كانت الدالة صاد دال سين فإن المساحة بين المنحني صاد يساوي دال سين ومحور السينات والمستقيمان سين يساوي ألف وسين يساوي بي في حالتان إذا كانت المنطقة فوق محور السينات فبالتالي فالمساحة هي عبارة عن تكامل من ألف إلى بي للدالة سين بالنسبة إلى سين أي صاد دالسين أو دالسين بالنسبة إلى سين كون صاد يساوي دالسين أما إذا كانت المنطقة تحت محور السينات فإن تكامل المنطقة تحت محور السينات هي سالبة وبالتالي المساحة تخص كقيمة موجبة وبالتالي المساحة هي القيمة المطلقة لتكامل من ألف إلى ب للدالة دالسين بالنسبة إلى سين مساحة بين المنحنة ومحور السينات والمستقيمان سين يساوي ألف وسين يساوي ب هي تساوي القيمة الموجبة للتكامل من ألف إلى ب لدال سين بالنسبة إلى سين إذا كانت فوق محور السينات فالتكامل منطقة موجب وبالتالي المساحة هي التكامل بينما إذا كانت المنطقة تحت محور السينات فالتكامل سالب وبالتالي المساحة هي القيمة الموجبة لتكامل من ألف إلى ب للدال دال سين بالنسبة إلى سين لنأخذ مثال يوضح هذه الفكرة مثلا تمرين أوجد مساحة المنطقة المحاطة بالمنحني صاد يساوي واحد على أربع سين مربع زائد أربع ومحور السينات والمستقيمان سين يساوي واحد وسين يساوي اثنين صاد يساوي واحد على أربع سين مربع زائد أربع لرسم المنحني كون الرسم مفيد جدا في حساب المساحات المنحني إذا كانت سين صفر فإنه صاد يساوي الأربع نأخذ الفرع للموجب وبالتالي لكون المنطقة من سين واحد إلى سين اثنين هي في الربع الموجب وبالتالي برسم المنحني صاد يساوي واحد على أربع سين مربع زائد أربع والمستقيمان سين يساوي الواحد وسين يساوي اثنين والمنطقة المظللة هي المنطقة الواقعة بين المنحني ومحور السينات وسين يساوي واحد وسين يساوي اثنين وبالتالي المساحة المطلوبة هي تكامل من واحد الى اثنين من الصغير الى الكبير للصاد دالسين صاد اللي هي واحد على اربع سي مربع زائد اربع وبالتالي المساحة هي تكامل من واحد على اثنين لواحد على اربع سي مربع زائد اربع بالنسبة لسين تكامل المجموعة مجموعة التكاملات وبالتالي نكامل المقدار 1 ل 4 سين مربع 1 ل 4 ضرب سين مربع السابط هو 1 ل 4 بينما سين مربع تكاملها هو نضيف الأس 1 ونقسم على الأس الجديد وبالتالي سين أس 2 تصبح سين أس 3 على 3 على 3 في المقام وضرب 4 وبالتالي تصبح 1 على 12 في سين أس 3 وبالتالي تكامل 1 على 4 سين أس 2 هي سين مقعب على 12 3 ضرب 4 هو 12 أيضا تكامل الأربع هو 4 سين والتكامل من 1 إلى 2 وبالتالي نعوض أولا القيمة 2 ثم ناقص القيمة 1 ذال 2 ناقص ذال 1 وبالتالي عندما سين تساوي 2 2 قوة 3 اللي هي 8 8 على 12 زائد 2 ضرب 4 ضرب 2 يساوي 8 وبالتالي تصبح 8 على 12 زائد 8 ناقص عندما سين تساوي الواحد فبالتالي سين مقعب 1 على 12 زائد 4 في 1 وبالتالي 8 على 12 زائد 8 ناقص 1 على 12 زائد 4 وبالتالي بالحساب تصبح 4 و 7 على 12 وحدة مربعة أي أن المساحة المحصورة بين المنحني صاد يساوي 1 على 4 سين مربع زائد 4 والمحور السينات والمستقيمات سين يساوي الواحد والسين يساوي اتنين هي 4 و 7 على 12 وحدة مربعة وهو المطلوب في هذا التمرين وبالتالي لإيجاد المساحة المحصورة بين المنحني ومحور السينات في هذا المثال نلاحظ أن المنحني مع محور السينات يشكل منطقتين هي ألف وبي ألف فوق محور السينات بينما بي تحت محور السينات أيضا تكامل المنطقة ألف هو عبارة عن مقدار موجب بينما تكامل المقدار بي هو مقدار سالب كونه يقع تحت محور السينات وبالتالي لحساب المساحة المنطقة المحصورة بين المنحني ومحور السينات نأخذ تكامل المنطقة ألف زائد نأخذ القيمة الموجبة لتكامل المنطقة بي كون تكامل المنطقة بي هو مقدار سالب وكونه يقع تحت محور السينات وبالتالي نأخذ المقدار بالقيمة المطلقة ثم نجمع ألف زائد بي وبالتالي المساحة في هذا المثال هي القيمة ألف زائد القيمة المطلقة للمساحة ب وبشكل عام لإيجاد المساحة المنطقة المحاطة بمنحني ومحور السينات يجب أولا أن نحدد نقاط تقاطع المنحني مع محور السينات ومن ثم يجب تقسيم المنطقة المعينة إلى جزئين أو أكثر حسب نقاط التقاطع ومن ثم عند نقاط التقاطع المنحني مع محور السينات نجد المساحات أو نقسم المساحات إلى أجزاء منفصلة ثم نحسب هذه المساحات ومن ثم تجمع القيم العددية المجبة لهذه المساحات فنحصل على المساحة المطلوبة بين المنحني ومحور السينات نعيد يجب تقسيم المنطقة المعينة إلى جزئين أو أكثر عند نقاط تقاطع المنحني مع محور السينات أي حسب عدد نقاط التقاطع ومن ثم نوجد المساحات لأجزاء المنفصلة فإذا كانت سالبة تأخذ بالقيمة المطلقة ثم تجمع هذه القيم العددية لحساب المساحة المطلوبة لنأخذ تمرين نوضح الفكرة مثلا أوجد مساحة المنطقة المحاطة بالمنحني صاد يساوي سين بسين ناقص واحد بسين زائد ثلاثة مع محور السينات دون أن يعطينا من قيام سين ألف أو سين بي أو سين جيم في هذه الحالة نوجد نقاط التقاطع هذا المنحني مع محور السينات أي مع المستقيم صاد يساوي السفر تقاطع المنحني مع محور السينات أي بالحل المشترك مع صاد يساوي السفر صاد يساوي السفر بالتالي إما سين صفر أو سين ناقص واحد يساوي صفر وبالتالي سين يساوي الواحد أو سين زائد ثلاثة يساوي صفر وبالتالي سين يساوي ناقص ثلاثة أي أن النقاط التقاطه هي ناقص ثلاثة صفر واحد ناقص ثلاثة صفر واحد وبالتالي الشكل التخطيطي للمنحني من الدرجة الثالثة إذا كانت أمثال سين مكعب موجبة فهو تشبه الحرف إن أي ناقص ثلاثة سين يساوي ناقص ثلاثة سين يساوي صفر سين يساوي الواحد بينما معادلة المنحنية من الشكل بفك الأقواس سين بسين سين مربع وسين بثلاثة ثلاثة سين وواحد ناقص واحد بسين ناقص سين وبالتالي ثلاثة سين ناقص سين اللي هي زائد اثنين سين وناقص واحد بثلاثة اللي هي ناقص ثلاثة أيضا بضربة بسين تصبح سين بسين مربع اللي هي سين مقعب زائد سين بثلاثة سين اللي هي اثنين سين مربع وسين بناقص ثلاثة ناقص ثلاثة سين وبالتالي صاد تساوي 3 سين مقعب زائد 2 سين مربع ناقص 3 سين لنستطيع مكاملة هذا المقدار كوننا نستطيع مكاملة الجداء وبالتالي لحساب المساحة ألف زائد المساحة ب عن طريق التكامل كما تعلمنا وبالتالي مساحة المنطقة ألف هي عبارة عن تكامل من ناقص 3 إلى الصفر للدالة صاد بالنسبة إلى سين الدالة صاد اللي هي سين مقعب زائد 2 سين مربع ناقص 3 سين كما بينا في بداية التمرين وبالتالي هي عبارة عن تكامل من ناقص 3 إلى الصفر لسين مقعب زائد 2 سين مربع ناقص 3 سين بالنسبة إلى سين مكملة سين مقعب اللي هي عبارة عن إضافة للأس واحد والتقسيم على الأس الجديد وبالتالي 3 زائد 1 اللي هي 4 مكملة سين أس 3 اللي هي سين أس أربة على أربة بينما مكملة 2C مربع اللي هي C مقعب على 3 مضربة في 2 وبالتالي 2C مقعب على 3 بينما مكملة 3C اللي هي نضيف للقس 1 أيضاً C تصبح C مربع على 2 وبالتالي تصبح ناقص 3C مربع على 2 ومن ناقص 3 إلى 0 عندما C تساوي 0 وبالتالي فالمقدار الأول 0 زائد 0 ناقص 0 يساوي 0 ناقص عندما C تساوي ناقص 3 تصبح ناقص 3 قوة 4 اللي هي 81 على 4 زائد C مقعب اللي هي ناقص 3 تصبح C مقعب اللي هي 27 في 2 اللي هي على 3 تساوي ناقص 18 بينما C مربع في 3 اللي هي 9 في 23 27 على 2 وبالتالي المقدار هو ناقص 81 على 4 ناقص 18 ناقص 27 على 2 وبالتالي يصبح 11 وربع وحدة مربعة أي أن مساحة المنطقة ألف هي تكامل صاد من ناقص 3 إلى صفر والنتيجة 11 وربع وحدة مربعة بينما المساحة B تكامل B هو عبارة عن تكامل من الصفر إلى الواحد للمنحني صاد صاد اللي هي C مقعب زائد 2 C مربع ناقص 3 C بالنسبة إلى C تكامل من الصفر إلى الواحد مكملة C مقعب اللي هي C أس أربع على أربع كما بينا زائد مكملة 2 C مربع اللي هي 2 C مقعب على 3 بينما مكملة 3 C اللي هي 3 C مربع على 2 والتكامل من الصفر إلى الواحد بالتعويض أولا وعندما سين تساوي الواحد فتصبح 1 على أربع زائد 2 على 3 ناقص 3 على 2 عندما سين صفر تصبح المقدار 0 زائد 0 ناقص 0 يساوي 0 وبالتالي مكملة المقدار بواحد على أربع زائد 2 على 3 ناقص 3 على 2 وبالتالي يساوي ناقص 7 على 12 بشكل طبيعي بيه هو مقدار سالب كونه تحت محور السينات وبالتالي مساحة المنطقة بيه هي القيمة المطلقة لناقص 7 على 12 وتساوي 7 على 12 وحدة مربعة وبالتالي مساحة المنطقة المحاطة بالمنحني ومحور السينات هي عبارة عن ألف زائد بيه وبالتالي تصبح 11 1 على 4 زائد 7 على 12 وبالتالي تساوي 11 5 على 6 وحدة مربعة أي أن المساحة المحاطة بين المنحني ومحور السينات المنحني اللي هو صاد يساوي سين مقعب زائد 2 سين مربع ناقص 3 سين محور السينات تساوي 11 5 على 6 وحدة مربعة وهو المطلوب في هذا التمرين عزائي الطلاب بهذا التمرين نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس إلى درس جديد إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته